أهلا بحضراتكم مرة تانية نتكلم بقى على اللي جاي زي ما قلتلكم كده والكلام اللي جاي ده شوية هندردش أنا وكابتن عمر حديدي طبعا نوارنا في السادسة النهاردة كاننا عاديين في الثالثة شمال يعني احنا عاديين دوقتي في المدرجات هتلاعي براءة الستوديو وعاديين في الثالثة شمال بتندردش شوية قاعدين مع بعض الكلام على الخطة والتشكيل عشان اللي جاي مش كلام على اللي فات بس الاول قبل ما ادخل في الخطة والتشكيل كابتن عمرو احنا في الفصل بيقول لي طبعا كل يعني كل لعيبة الاهلي المصابين نتمنى لهم طبعا ألف سلامة ويرجعوا واعتقد انهم هيبقوا قوة ضربة بس كابتن عمرو قال او اختارت حديدا وليد سليمان انه لما يرجع حاجات كتير جدا هتتزبط في فرقة الاهلي نعرف بقى ليه من كابتن عمرو حديدي ليه شايف انه وليد طبعا وليد اضافة كبيرة يعني ودوره كان مع الفرقة في طول مشواره الحقيقة مش بس السنين الاخيرة كان اضافة كبيرة جدا وكان واحد من اكتر اللعيبة المؤسرة الحقيقة لكن ليه شايف انه رجع وليد بالذات يزبط شكل الاهلي اقول لك على حاجة وليد او الحاوي الفترة قبل اصابته كان بينزل يحل الغاز ويحل السيناريوهات لمستر موسيمان تمام بالتهديف جون واثنين وثلاثة جاءت الاصابة غيرت مفهوم المدير الفني ان الراجل ده حل انا باعتمد على ان هو حل وبيحل لي باسرع ما يمكن وباسأل الطرق في الفترة دي وليد رجع هتلاقي حسين وقفش كويسين اوي احنا كنا بتكلم في الفصل في نقطة مهمة جدا اجاي كافئ اتنين مدربين فيلر ساعة ملايبة في مبارة الزمالك واحرز الاهداف ومبارة التلاقع بسم الله ما شاء الله ده راجل مش مصاب ده جاي من بعيد ده جاي من بعيد اوي يعني الاصابة تاعته كانت فترة طويلة لا الاستلام والتسلم والتحرك والروح اللي عنده اللي طبعت عليها اسم النادي الاهلي عليه حتى في الهدف شوف انقضاده عقرة كان شكله عامل ازاي حقيقة روح بس هي دي روح النادي الاهلي ان طبعت عليه روح المكسب واحد عايز يكسب وبيموت بموت نفسه في الملعب منه عامل تسعين دقيقة يعني اكتر من رائعة انا هقول حاجة بسيطة لكل واحد موجود في جوه البساط اللي أقدر النادي الاهلي الموضوع سهل جدا مش صعب الفرجة من برة انت بتشوف حاجة وما بتلعب تقولي ياهد انا كنت المفروض عامل اي لا اتعب نفسك شوية اتعب نفسك شوية شوية النادي الاهلي النادي الاهلي اللي عملك اسمك النادي الاهلي اللي توجك فاقرب المسافات في مدة زمنية بسيطة ازا كانت مدربين او لعيبة النادي الاهلي باسمه كيانه بدلة يعني سعرها غالي قوي فاللي يلعب جواها او اللي يعرف تمنها ويشتريها لازم يكون أدها احنا بنقول من حبنا لندل اهلي للعيبة اللي موجودة عظيم